طيب هل المسيح فقط لما اعتمدي خلصت القصة؟ لا كمان عندنا انسكاب الروح الكدس يوم الخمسين وملؤوا للرسل والمؤمنين جميعا بسبب صليب المسيح وقيامته لان لغاية ما المسيح اعتمد ما كانش طبعا لسه تصلب وبالتالي الروح الكدس هيجي لنا ازاي اذا كنا احنا لسه لم يتم الفداء الحكم الموت الواقع على ادم وناسله لم يتم تنفيذه في خصومة بين السماء والارض الاب زعلان مننا المسيح جاي صالحنا مع الاب المصالحة مع الاب لازم تكون بواسطة الزبيحة عشان كده يقول معلمنا بوليس ان المسيح صالحنا مع الاب وعطانا خدمة المصالحة وبنقول الناس تصالحوا مع الله عشان كده كان لازم بعد صليب المسيح يجي لنا بقى الروح الكدس ويحل على التلاميذ عشان كده المسيح قبل صليبه بيوم يعني يوم خميس العهن قال للتلاميذ اقول لكم الحق انه خير لكم ان انطلق لانه ان لم انطلق لا يأتيكم المعزي ولكن ان ذهبته ارسله اليكم يبقى هنا في وعن ان المسيح يبعث لنا الروح الكدس صحيح هو ابله في جسد ويوم المعمودية كعربون لكن هيحل علينا احنا لما المسيح يتصل عشان كده قال لهم خيره لكم ان انطلق طبعا انطلاق المسيح معناها انه يموت بالجسد وروحه تنطلق تروح للفردوس لكن كمان كان لازم يقوم طب لما قام بقى موجوده على الارض جسده وروح فكان لازم يصعد للسماء عشان يقدم هذه الزبيحة للقاب ويجيب لنا الروح الكدس عشان كده تلاحظوا يوم ايامة المسيح مذكورة في يوحن عشرين اتنين وعشرين لما ظهر لاباءنا الرسل في العلية نفخ وقال لهم اقبلوا الروح الكدس النفخة دي تفكرنا على طول بالنفخة التي نفخها الله لآدم النفخة بتاعت آدم سوري في ناس يقولوا ده النفس البشرية ودي مقبولة وفي القدس كرولوس قال ده الروح الكدس لكن احنا مش بنلخبط بين الاتنين النفس البشرية موجودة في كل البشر سواء مسيحيين او غير مسيحيين سواء اخدوا الروح الكدس او ما اخدوش الناس احياء لكن النفخة الزيادة هي ان يعطينا الروح الكدس عشان يرافقنا في الحياة فرب يسوع ادى وعد انه لما ينطلق للسماء هيدينا الروح الكدس وفعلا لما قام الاموات نفخ في الرسل قال لهم اقبلوا الروح الكدس واحنا بنعتبر النفخة دي هي رسامتهم في الكهنوت لان بعدها على طول قال لهم من غفرتم خطاياه وفرت من امسكتموها عليهم ومسكت اشتركوا في القناة